نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن وزير المالية إسرائيل بإسرائيل سومو تريتش دعوته لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة استطانية في الضفة الغربية المحتلة يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة هائتس عن مسؤول في حزب المعسكر أن الحزب سينسحب من الحكومة إذا توصل مسؤولوه لانطباع بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين لاعتبارات سياسية أو في حال تم الإعلان عن حكم عسكري في قطاع غزة ومن جانبها أدانة وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينية دعوة سومو تريتش للمصادقة على بناء سبعة آلاف وحدة استطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة وتعتبر تنفيذها تصعيدا خطيرا واستفزازيا في ساحة الصراع وتحديا سافرا للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان